السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم أيها السابكون في دروس عن السابقين أسأل الله عز وجل أن يجمعني في الدنيا على طعاتي وفي الأخرة مع سيد دعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه هيا حفظ لنا ثلاث حلقات وتنتين حلقات عشناها مع بعض طوال شهر رمضان عن علو الهمة فالحقيقة المواضية علو الهمة الحقيقة كتير جدا جدا ولا تنتهي أبدا ولو حبينا نستطرد في الموضوع دوت ونتكلم فيه فمشيك فينا سنة ولا اتنين ولا تلاتة في مجالات علو الهمة لكن حبيت طالما الأيام خلصت بسرعة كده وربنا نجمعنا وإياكم كل رمضان على خير حبيت إنه احنا نختم دروس علو الهمة بتلت عناصر مهمين جدا علو الهمة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم علو الهمة في محبة الله جل وعلا علو الهمة في طلب جنة الرحمن سبحانه وتعالى هنبدأ لله دي بالحديث عن علو الهمة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عايز اسأل حضرتك واسأل حضرتك واسأل كل المسلمين يا طرى بتحب النبي قديه قعد كده اسأل نفسك أكيد طبعا ما فيش مصري ما بيحبش النبي عليه السلام لكن لا اسأل نفسك بجد بحبه قديه طب تعرف ايه عن النبي الانسانة بنبقى يحب أحد يحب يعرف عنه كل حاجة تعرف ايه عن النبي تعرف اسم النبي كامل يعرف النبي على السلام تولد انت وتولد فين طب تعرف النبي هاجر انت طب وعف انت طب بتجوز كم واحد طب عنده أولاد من صلى الله عليه وسلم تعرف ايه عن النبي الصلاة والسلام ده في شباب يا جماعة لله ده يعرفوا كتير جدا عن حيات اللعيب وحيات المطربة فلانه بيكل ايه.. وبيحب ايه.. وبيكرا ايه واتجوز كم مرة Gucci صلى الله كم مرة سبحانه الملك فمن باب أولينا نحن نعرف كل حاجة عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحبيب كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه أحب أفعل تفضيل حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين يقول جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بك أنت من نفسك صلى الله عليه وسلم ويقول جل وعلا قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها اتمنى دلخلوا قدواك يا حلال لكن إذا كرب أحب إليكم من الله ورسولي وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين حقيقة يعني تعالي مستطرد أمثلة جميلة جدا من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد ما تصلى على حبيبك صلواته ربه وسلم عليه هبدأ بحديث الحقيقة أنا بسميه حديث المحب حديث رواد طبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعايزك تتأمل معي كلمتها هذا الصحابي الجليل الذي لا نعرف اسمها فقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن والدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك خب بالك من كلمة فما أصبر فهو ممكن يقول لي كل اسم صلى معد الظهر أو العصر أو المغرب أو العش ورغم ذلك بقول له فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا ميت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا ميت ودخلت الجنة يعني ما مش عاتل هم بدخول الجنة لا هو عاتل هم إنه ما يشوفش النبي وأنا إذا ميت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك فسكت النبي ونزل قول رب العلي سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بل وفي الحديث الذي له المسلم إن ربيع بن مالك ربيع بن مالك ذلك يحضر كل يوم ميت الوضوء اللي بتوضى بها النبي عليه الصلاة والسلام فحب النبي يكلمه فقال سني شيئا يا ربيع قال أسألك مرافقتك في الجنة خب بلك سؤالتك مفاجئة يعني ربيع ما كانش قاعد مستعد والنبي عسان بيقوله أسألك بكرة سؤال عن كذا فانت جاهز الإجابة بكرة لا ده في ساعته سني شيئا يا ربيع أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله لأ ده أنا أحكي لك موقف يوضح لك قد إيه إن مجرد بس تكدير خاطر النبي عليه السلام كان يعتبر أكبر مصيبة في حياة الصحابة عشان تعرف قد إيه بيحبوه حديث روال بخار يا مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا يعني حلف النبي عسام لم يخش على أزواجه كلهم لمدة شهر فشاعة خبر كده شاعة إن النبي طلق أزواجه والنبي عسام لم يكنش طلق أزواجه فالمهم عمر بن الخطاب كان ليه صادق من أنصار فلقى بالليل في عز الليله في وقت ما يجروش فيه عمال بيطرق على الباب طرق شديد خدوا بالكم في الوقت دوت كان ملك غسان ملك غسان كان بيجهز نفسه هو والجيش بتاعه عشان يغزو المدينة ويقاتل النبي والصحابة وهم الصحابة عمني حسابهم إن ملك غسان ده ممكن ييجي في أي وقت يا بالليل يا بالنهار فلما طرق الرجل طرقا شديدا سيدنا عمر من كتر شدة الطرق تفزع فقال من؟ قال فلان قال ماذا؟ أجاء غسان؟ خبالك يعني الطرق ده لا ينسبه إلا إن ممكن يكون فيه جيش داخل المدينة وعمال بيقتل في الناس أجاء غسان قال بل ما هو أشد وأهول من ذلك قال ماذا؟ قال طلق النبي أزواجه يا الله يعني ما جاء غسان وتأتيله في المسلمين ما يسويش حاجة جنب إن النبي يتقدر خطره صلواته رب وسلامه عليه وإلى آخر الحديث طبعا ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أطلقت أزواجه؟ قال لا فكانت مجارة إشاعة يعني بس أشاك في الموضوع إن النسيدة عمله أجاء غسان قال بقى ما هو أشد وأهول من ذلك قال ماذا؟ قال طلق النبي أزواجه صلى الله عليه وسلم تعالي حكي لك برضو موقف تاني يوضح لك مدى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حريفة تعرفين إن أمه هو صغير كانت خارجة به في زيارة لبعض أخواله فالمم طلعت عليهم قبيلة يعني رصوصه كده فغاروا على القبيلة وأخذوهم فأخذوا زيد بن حريفة وبعوه في سوق عقاز في سوق عقاز اشتريها حكيم بن حزام ودال عميته لي خديجة بنت خويلد فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت إن نبع السلام بيحب زيد بن حريفة لقد رأيت له هدية قلت له هدية لك فنبع السلام قال اشهدوا أن زيدا يعني كذا وكذا يعني تبنى صلى الله عليه وسلم لقيلها النظر طبعا تحريم التبني شك في الموضوع إن زيد بن حريفة كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد من قبيلة زيد بن حريفة كان راح يحج قبالك من المنظر بقى فلما راح يحج إيه اللي حصل شاف هناك زايد بن حارثة فرجع قال لأبوه لأسرته قال لهم ده أنا وجدت زايد بن حارثة لأن كان عمين بقى لهم سنين بيظهروا عليه قال لهم وجدت زايد بن حارثة وكده فإلا حصل أبو زايد بن حارثة وعمه راحوا واخدين مبلغ كبير جدا وراحوا نازلين على مكة أول مواصر هناك سألوا زايد بن حارثة فين قالوا عند فلان الفلان راحوا للمي على السلام وقال له يا ابن بني هاشم يعني أنتم جو أهل الحرم وأهل مكة وأنتم أصحاب القرم والشجاع والمروء والنخوة فالنبي عسلم قال له ماذا تريد عايزي قال له أبدا ابني عندك فقد أتيتك بمال كثير حتى تأخذ ما تريده في فدائه شوف بقى كرم أخلاق النبي عسلم وشوف أخلاقات النبي عسلم قال أو غير ذلك أولك على الحاجة أحلى من ده كله قال ما هو قال أن آتي به إليك فإن اختاركم فخذه بلا مقابل وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا قال له لقد أنصفت فورح جايب زيد بن حارثة قال يا زيد هل تعلم هذا الرجل قال أجل هذا أبي وهذا عم قال وأنا من قد علمت فإن اخترتهما فاذهب معهما وإن اخترتني فق معه فقال زيد بن حارثة والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا فأبو قال له يا بني أتريد أن تبقى عبدا بدلا من أن تأتي إلي وتكون حرا فقال والله لا أفاركه أبدا وظل زيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم راح النبي أدام أبوه أدام عمه راح واخده طلبه على الكعبة ورح من يجع على بطن كريش وقال أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يريثني وأرثه فكان يسمى زيد بن محمد إلى أن نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقصد عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فنزل القول بتحريم التبني فسمي بعد ذلك بزيد بن حارثة نشوف الموقف أبوه وعمه ورغم ذلك رفض وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده كان حتى إيه تلاحظ أن كان من ضمن الكلمات اللي هي الدارجة على أرسنة الصحابة هم بيكلموا نبي على السلام يقول له بأبي أنت وأم يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا لأن ما فيش أغلى من الأم والأب ورغم ذلك يقول له فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن بيطالب يمكن حكينا في حلقة من حلقات أنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم جلالة الهجرة ليفدي النبي صلى الله عليه وسلم بحياتي وعليه ابن مطالب عارفه ممكن يقتل رغم ان النبي طمنه اه لكن حتى لو النبي ما طمنهش يا جماعة وبرضه هو مصر انه ينام مكان النبي على السلام ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر في نفس قصة الهجرة سيدنا ابو بكر طالع مع النبع السلام النبع السلام جاءه في نحر الظهيرة في وقت يعني لم يكن متعودا ان يأتي فيه الى ابي بكر فاول ما شاف ابو بكر فقال بابي هو وامي والله ما جاء الا لامر هام فعني جاي في وقت مش متعود يجي فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان الله قد اذن لي بالهجرة واذا بابي بكر يبكي ويقول الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا ابا بكر يقول امونا عيشة فوالله ما رأيت احدا يبكي من شدة الفرح الا عندما رأيت ابي وهو يبكي من شدة الفرح بيبكي فرحان لي يا جماعة ده هو عارف ان السيوف اللي بره مستنيعش ان تقتله هو النبي عارف ان الدنيا كلها منتظرة منية تقتله وتقتل النبي على السلام ورغم ذلك كان فرحان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أبو بكر مع النبي على السلام يمشي قدامه مرة وراء مرة عن يمينه مرة عن يساره مرة فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر ما حملك على ما صنعت إيه اللي خليك تعمل كده قال يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب كريشي لك فأمشي خلفك وأذكر الرصد يعني العيون والجواسيس فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله لا يسألوا لا يبعث سؤال عيب جدا يقوله يا أبا بكر لو كان شيء يعني لو كان في أزم ممكن حد يتزين أكنت تتمنى أن تكون أنت بدلا مني يقوله أجل فوالذي بعثك بالحق لئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها يا الله ويوصل مع النبي الحد الغار يا جماعة وقال له انتظر يا رسول الله حتى لو كان به أذى يكون بيدونك يا رسول الله ويدخل أبا بكر ويمسح الغار فلا يجد شيئا إلا ثلاث فتحات موجودة في الحيطة يقطع طوبه ويقسمه نصين ويسد الفتحتين ويلاقي الفتحة الثالثة فينام على الأرض ويسد الفتحة الثالثة برجله ويقوله الآن ادخل يا رسول الله ويدخل النبي من شدة الأعياء والتعب فينام ويحط خده على حجر أبا بكر أبا بكر وبعدين شويتين وجه شيء من الجحر ده ولدغ أبا بكر في رجله فاشتد الألم عليه والصم يجري في عروقه فنزلت دمعة من عين أبي بكر على خد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاستيقظ النبي وقال ما بك يا أبا بكر قال لدغته يا رسول الله قال ولما لم تخبرني شوف الحب بقى قال خشيت أن أوقذك يا رسول الله يعني لولا الدمعة دي نزلت على خد النبي ما كانش صح النبي وكان أبا بكر مات ليه عشان ما يقلقش النبي تعرف تحب النبي كده تعرف تحب النبي ربع كده صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الملك يعني أشياء عجيبة جدا أبو أيوب الأنصاري يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشهر في بيتي شيء فوق الخيال ويفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ليعني لا تخطر على قلب بشر من أجل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيله الأكل ياخد الطبق وياكل هو وزوجته أم أيوب من نفس الموضع اللي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم التماس لبركاته ياخذ كوب المية اللي كان بيشرب من النبع السلام ويشرب من نفس الموضع الذي كان يشرب من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الايام انكفأ كوب من الماء فوق ونبع السلام تحت وانتعارفين البيت مكنش للسلاميك ولا شانده كان يهني جريد وخشب وكده فمسك حتة قطيفة كتير حاجة الوحيدة اللي جيبها جديدة لامة ايوب ورحمة قطعها نصين ونشفة امة ايوب لحسن نقطة مية تنزل فوق النبي صلى الله عليه وسلم ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ورضاه في يوم من الايام النابع السلام اداله غلام هدية من يوم خيبر في غزوة خيبر فاداله غلام هدية فقال احسن اليه يا ابا ذر فابو ذر راح لزوك قال لها امراني النبي صلى الله عليه وسلم ان احسن لهذا الغلام نحسن اليه ازاي بقى نأكله حلو نشربه حلو نلبسه حلو ونخدمه ونعمل فيه نعمل اقولك مدام النبي صلى الله عليه وسلم اوصاني به خيرا يا غلام انت حر الوجه الله اظن ان ما فيش حاجة نحسن بها الى هذا العبد الغلام الا ان احنا نعطقه لوجه الله سبحانه وتعالى في يوم من الايام حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات كان يعني بيجهز بقى الصف كده ويتمقن على حوال الجنود فالجنود واقفين كلهم ماشاء الله جميعا ببعض فنبع السلام ماسك عن صغير الزنطوطة كده وعمال بيتطمن على ان الصف وقف مرسوس صح فكان في واحد من الصحابة اسمه سوادي بن غزية سوادي بن غزية كانت المشكلة عنده انه بطنه يعني دي كرشة بطن مرتفعة قدام شوية فنبع السلام عدى بالعصاية فجدت راح تصدد في بطن مين سوادي بن غزية ابن غزية فقال استوي يا سوادي يعني عايز اقول له اقف الصف عيدل استوي يا سوادي فسوادي قال له ايه لقد اوجعتني يا رسول الله انت العصاية بتاعتك جدت في بطني اوجعتني يا رسول الله اقيدني منك يا رسول الله يعني خليني بقى ان اقتص منك زي ما ضربتني انا كمان اردلك الضرب تخيل بقى طواضع طبعا الصحابك المستغربين بعرفوش اللي يحصل يعني فالنبع صلى الله عليه وسلم شوف طواضع رح مدي العصاية لسواد بن غزية وراح كشف له بطنه فراح سواد رح حاضن بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يقبل في بطن النبي ويبكي فالنبع صلى الله عليه وسلم استغرب ماذا تصنع يا سواد قال يا رسول الله حضر ما ترى وده الوقت هنخش نجهد في سبيل الله فممكن نتقتل فاحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لغا ما تصغربوش على الأمثلة الجميلة اللي احنا بدي حكيها عن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الكون ده كله بالجمادات بكل ما فيه تفاعل مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم حديث روال بخاري النبع صلى الله عليه وسلم ماشي هو الصحابة بجوار جبل أحد وإذا به يقول أحد جبل يحبنا ونحبه يا جبل آح جارة وأطوب وظلط لكن لي أحسيس أحد جبل يحبنا ونحبه ويطلع النبع صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحد بعدها بفترة كما في البخاري المسلم يطلع هو أبو بكر وعمر وأثمان وإذا بالجبل يهتز فرحا بقدوم النبي وأصحابه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان اللي هم عمر وأثمان رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين في حديث رواه مسلم النبع السلام يقول والذي نفسي بيدي إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث النبع السلام كان يبقى ماشي فيسمع حد يقول له السلام عليك يا رسول الله ينظر يمنش مش عارف مين يتكلم فيبص في الآخر خالص وجد الصوت يخرج من حجر وجاء عند مسلم أن عبدالله بن مسعود كان يقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي وفي رواية البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي تتعجب إن أقول لك إن قطعت خشب بكت حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في رؤى البخاري عن جابر بن عبد الله إن النبع السلام كان بيخطب على من برع برعا جزع نخلة جزع نخلة كان قطعنا من قدام المسجد بتاع النبع السلام فكان يخطب عليه فجاءت المرأة من الأنصار قطعت له يا رسول الله ألا نصل عليك من برعا تخطب عليه قال أجل فصلع من برعا للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يخطب عليه فصعد أول مرة على المنبر ده فطبعا ركنوا الجزع بتاع النخلة دي اللي كان بيخطب عليه على جم فأول ما طلع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وإذا بالجزع يحن حنين ناقة العشراء يبكي ويحن فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والتزم الجزع يعني احتضن الجزع فسكن الجزع وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجزع بكلمة فقال إن شئت غرست فعدت أبها مما كنت لو حبيت نغرسك تاني قدام مسجد هترجع شجرة أحلى من الأولانية وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون فاختار الجزع أن يغرس في جنة رب العالمين يعني يوم اليام إن شاء الله كده لما ربنا يكرمنا وكرمكم ونكتبع إن شاء الله في الجنة إن شاء الله كده عزمكم على أكل من النخلة دي إن شاء الله وربنا يجب عليكم في الفردوس الأعلى شاءت في الموضوع أن في رواية ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجزع والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة كان الحسن رضي الله عنه ورضاه إذا حدث بهذا الحديث يبكي ويقول سبحان الله جماد يحن للنبي صلى الله عليه وسلم وقلوب لا تحن إليه بأبيه وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف موقف تاني من موقف الصحابة مع نبع السلام في يوم غزوة أحد يوم غزوة أحد لما نبع السلام أمر الرماء نم يفضلوا على جبل الرماء ولا ينزلوا حتى لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هتختفوا بالطير في بداية الغزوة كانت النصر فعلا مع نبع السلام والصحابة وبدأوا يجمعهم غنائم فالصحابة تأولوا المسألة قالوا خلاص الغزوة انتهت فنزل أربعين وفضل عشر مين اللي لمحهم في اللحظة ديت وكان لسه مشرك خالد بن الوليد وراح لافف من وراء الجبل واستطاع هو والمشركين قتل سبعين واحد من خيرة الصحابة وبعد كده راح عشان يقتلوا النبع السلام النبع السلام كان قبلها مباشرة كان هم عملوه شراك كده يعني خديعة كده في حفرة فوقع فيها النبع السلام وانكسرت ربعيته وشج جبينه ونزفت دمه الشريف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم فنادى النبيه على أصحابه وكان متعبا جدا فنادى على أصحابه فاجتمع تسعة سبع من الأنصار واثنان من المهاجين والحديث رواموس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم من يقاتل المشركين اللي يقتلون لدولة من للقوم وهو رفيقي في الجنة فتقدم السبع من الأنصار الواحدة تلو الواحد فقتلوا جميعا وكان آخر واحد منهم اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن أول ما تقتل فدل يزحف على أديه ورقليه لحد دم محط خده على رقل النبي صلى الله عليه وسلم فتعجق وكأنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورق يا رسول الله خطوة بخطوة لحد آخر قطرة في دمي يا الله ثم نثل النبي كنانة لكن أنا لفاسهام وأعطاها لسعد بن أبي وقص وقال إرم سعد في داك أبي وأمي طب خلصت السامل مع سعد فما بقي إلا طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن عبيد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ قال أنا يا رسول الله فتقدم طلحة طلحة ابن عبيد الله واحد يا جماعة يقاتل جيش بأكمله آه ليه دفاع عن النبي طب لو طلحة في الوقت دا مش معزول يا جماعة واحد يا قوة هاب الجيش الزادي ودخل يقاتل مع أول دخلة ضد المشركين طيرواه صابعه بالسيف فقال حس حس من شدة الألم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك وفي رواية أحمد لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حين في الدنيا فكان طلحة ابن عبيد الله يشيل النبي ويرجع بيه بظهره وأول ما يلاقي المشركين قربه يحط النبي وينزل يقاتل ويرجع تاني حد لما وصل لصخرة مقدرش يشيل النبي فأفاق النبي وصعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشر الذين بشروا بالجنة حتى كان أبو بكر إذا سمع بيوم أحد بكى وقال هذا اليوم كله لطلحة ابن عبيد الله في الجزئية الصوارة دي اللي قاتل فيها طلحة دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انضرب فيها تسعة وتلاتين ضربة بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفس اليوم يوم واحد كان فيه صحابي اسمه أبو دجانة أبو دجانة أبو دجانة ده يعني صاحب العصابة الحمراء كان رجل يعني ليس له مثير في الجهاد أبو دجانة لما لقى النبع السلام موقف وحده تطرس عليه يعني حطي اسمه كده وإيه عمل نفسه كالترس كده حوالي النبع السلام والسهام عملة تترشأ في ظهر أبو دجانة وهو يدافع ويحمي شخص النبي صلى الله عليه وسلم بل وورد عند الحاكم بسنة بن صعيه إن في آخر الغزوة ينبع السلام أبو زيد بن ثابت فقال التمس لي سعد بن ربيع فإذا وجدته فقل له رسول الله يقرئك السلام ويقوله كيف تجدك فوجده في الرمق الأخير في حياته فقال له رسول الله يقرئك السلام ويقوله كيف تجدك قال وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة يا الله وكل قومي الأنصار هو ده الشاهد سعد بن ربيع بيطلع في روح خلاص وكل قومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخرص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف يا الله إو حد فيكم يكون عايش والنبع السلام يوصل له مكروه طيب ما أنت عايش موت من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعين من غزوة أحد وده من ضمن عجائب الأمور قبل امرأة من بني دينار المرأة دي من بني دينار اتقتل في غزوة أحد لأهلها من أهلها يعني أربعة جزها وابنها وأخوها وابوها فقبلواها لها قتل أخوك تقول وما فعل رسول الله قتل أبوك وما فعل رسول الله في كل مرة طلعهم وما فعل رسول الله قالوا هو بخير قالت أريد أن أرى فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأته ونظرت لي قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله كل شيء في الدنيا دي هون لو الأهل ماتوا لو الدنيا راحت المؤمن أنت تكون بخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ضمن المواقف العجيبة والجميلة كما في الحديث الذي رأى البخاري المسلم إن ساعة صلح الحديبية أرسلت قريش عروة بن مسعود طبعا ده الكلام ده قبل ما يسلم أرسلت قريش عروة بن مسعود من أجل عقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب هناك عايزة تفقد أحوال الصحابة هيقدروا يثبتوا مع النبي على السلام ولا هيسيبوا ويجروا فرأى أمرا عجبا رأى أمرا عجبا فعاد إلى قريش فقال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والله لقد وفدت على الملوك لقد رأيت كسرى وقيسر والنجاشي والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم والله ما تنخم نخامة إلا سبق إليها كل رجل ووقعت في كفه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه قبالك وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمرا وما يحدون إليه الطرف تعظيما له صلى الله عليه وسلم وإذا توضأ كادوا يقتطلون على وضوء على ميت الوضوء فيش نوط ما تنزل هو بتوضيهم وخدين المية يمسحوا بيها جسمهم صلى الله عليه وسلم وإذا توضأ كادوا يقتطلون على وضوءه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون الطرف إليه تعظيما له إجلالا كأنه عايزوا يقول لهم إن لزيدورة لا يمكن يفرطوا في النبي صلى الله عليه وسلم فما تحاولوش أنه أنت تقفوا قدامهم رجى الله عن الصحابة أجمعين رجى الله عنهم وأرضان شاهد في الموضوع دي مواقف جميلة من مواقف محبة الصحابة للنبع السلام أنت أخبرك إبقى محبك للنبي فين علوه وهمتك في محبة النبع السلام مش مجرد محبة نتشدق بيها وقول أيها طبعا ده أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عندي أغلى من نفسي وأغلى وأغلى عايزين الدليل عايزين الدليل يعني أنت يعني بتقول أنا بحب النبي إبقى تسمع كلام النبي إبقى لو النبي أمرك بأمر تنفزه لو بتحب النبي مش محجبة ليه لو بتحب النبي ما بتبرش أمك ومك ليه ما بتصلش ليه لو بتحب النبي فين أنت من سنة النبي لو بتحب النبي ما بتطلبش لأنه وتدعو إلى الله عز وجل له لو بتحب النبي ليه ما بتحولش تبلغ سنة النبي للدنيا دي كلها حتى تعبد الكون كله لله كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع النبي على الحوض ينشرب من يدي شربة هنيئة مريئة لا نظم أبعادها أبدا ثم يجمعنا معه في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله